أنا عايز أعرف دلوقتي لآخر مرة حد فيكو نم معي؟ أنا هوادي مستوصف ناس معرفة عبال ما شوف له صرف أنت المسؤول قدامي عن الشنطة دي لو ما ظهرتش أنت عارف كويس قوي أنا هعمل إيه يا رشيد عيب عيب دي احنا دهر بعضينا يا راجل مبلوك الإفراج يا نص الله أبارك فيك يا باشا مش أعاوز أشوف وشك تاني أنا منسعت من القضايا دي بدأت وأنا عندي حساس غريب كل واحدة فيكو تلا هتأوسخ من التاني بقولك ما تتلمي كده يعني أنت اللي ملاك موسائل خير موسائل لي والله خير دروس في البيت وبطلنا زي ما طلبتو فيه إيه تاني إيه دي يا ليب أنا اسف على إزعاج أستاذ رشيد هو حضرتك جايه مخصوص سمير؟ بالزبط كده أنا بس حابب أعرف عنه شوية حاجات طب ليه ما وجهتش إستدعاء رسمي؟ لأن أنا بالنسبة لي ما فيش قضية ما فيش حاجة بتقول إنه هو تقتل وما فيش حاجة بتقول إنه هو انتحر ولحد ما يظهر دليل يثبت احتمال من الاحتمالات دي أنا لازم أعرف اللي مادة مات إزاي أنا جاي بشكل ودي فلما مش عايزين تتكلموا معايا أنا ممكن أرجع من المطرح ما جيت وليه ما نتكلمش معك؟ اتفضل أعيز أعرف إيه أناسة زينة أنت متعواد بتعملي حفلات هنا مش كده؟ آه بس مش كتير قوي يعني كن في أي حد غير سمير بيجهز الكيترين؟ لا ما خدتش بالك إذا التصرفاته كانت غريبة أثناء الحفلات هو ساعات كان بيبص بصات غريبة قوي لصحابي لما يكونوا لابسين بايوهات وكده آه مرة جاي سكران وكان هيترد من الكمباوند ولينا لحقته على آخر رباقه فيه إزاي؟ أبداً كنت عاملة ختمة قرآن في البيت عشان أنا كانت تعبانة وبعدين جي البيت وقال لي أنا عايز أتوب عن أي حاجة محرمة وانت صدقتي ورجعتين؟ آه طبعاً أنا مش سيقت الزمن آه بس مش يمكن لو موقتيش عملتي كده ما كانش حصل اللي حصل استغفر الله العظيم إنما الأعماله بالنيات وسامير ما كانش مجنون واحد عايز يتوب يروح ينتحر ويغضب ربنا وبعدين طبخ بسيط زي ده إيه العدوة اللي تكون بينه وبين حد علشان توصل للقتل أوه بصرحة إنهو كان إنسان خدوم آه أنا بقى المقطة المهمة أنا عايز أعرف إيه اللي يخليه ينتحر في الحفلة قدام الناس دي كلها؟ الله أعلم أنا عارف إن الله أعلم بس اللي قصوده كان بيكره إيه في اللي موجودين عشان ينتحر في وجودهم إذا كان انتحر طبعاً وما تقتلش أحسن بيه أنا راجل بتاع شغل إنت عارف أنا عندي كم واحد بيشتغله من عيينة سامير ده؟ أكيد كتير يبقى مش أنا اللي تسئل السؤال ده طبعاً عن إذنكم طبعاً؟ طبعاً، طبعاً طبعاً ألو؟ أيها دكتور عاصمان؟ لا لا ما تقلعش يا نايمة أنا بكلمك أشخاطر حاجة تانية خالص أعيل طازة لسه مورود مبارع عندك حالة تدفع؟ خلاص، بكرة الصبح نتقابل مش همخلص هكلمك سلام ألو؟ ألو؟ عملت إيه في أحوار الشنطة ده يا أبو؟ الماخفي اللي اسبو عكف بيعس عليها قل البعد إنها ضاعت ونروح في ده يا ولاي والله يا أدنى ما أنا عارف تفوّلش يا أبو، بس أنت لازم تشد عليه العالم دي ما تضمنش إزاي بقى فالح؟ يعني جهز الشنطة دي معه عايز يسلمك ما تنساش ان احنا سرنا في قبونا الله عندك حق مع رأي أهوزو بالله ايه هو ليه انت سرعتيني؟ قلبي واكلني على نصر يا شيخ الله يكحموا مطرح ما هو قاعد زفت بتاعك ده وشوفت كمجامع عدت؟ ولا سألنا ولا زرناها تعزان عاملك ايه؟ ابعت له حد، روح له، مش ابنك ده وانا كنت قلت له انه يتنيله نقط على بيوت الناس في نصاص اللي قالي تلت بالله العظيم، انما سألت عليه والله روحتله هروح لأنا بنفسي انت تتخبالت يا ولية؟ تجنينت في عقلك؟ عزة تفضحينه؟ تفاكرة نفسك لسه قاعدة في شقة تعبان؟ يتنيل استني بيش ده النار له عنين يبقى نروح نتطملك على عسي زفت جملينا الهم ايه يا بيت مالي ايه الرسالة دي احنا مش قلنا انا منحكاش في بعض احنا في البيت ولا الشوق هو ولا مش قادر يمسك نفسه اتواكس بقولك ايه؟ ليك سرفها في البش مهندس ده؟ ابنت اللازينة جبتين من اين ده؟ انت عرفت ازاي ان احنا لنا في الحوارات دي ولا؟ انت بتكسس علي يا بيت؟ هو انا برضو حلوطت نفسي معك قلطة دي من غير ما بقى سأل عليك وعارف انتو جبتوا فلوسكم منين؟ جرقي يا ابراهيم ميه اللي قالك؟ قلقيك حمو مطرح مراح سامير الكلب انت ناسين احنا كنا صحاب؟ صحاب؟ يعني كان فيه بينكو حاجة يعني؟ انت عبيت سيالا هو مين اللي كانت خلطه علي من كام يوم؟ ممم اه مجيش برضو صحيح حتري بتاعت مين بقى؟ ما يخصكش انت اللي يخصك البيع اللي حيبقليك فيها عشرة في المية؟ جدع طب بعتيلي الصور لا مفيش صور انت تشيلني الزبون اشيهلك الحدة ده بصمرة مرسيك عن ليلة كلها بقى؟ جدع بيت جدع هروح افتح البيب هروح افتح البيب افخاف احبت من امك يا موسي نمت ولا ايه؟ لا قابل ان كنت حط الهد فونس بس تعال اصلا انا خلصت شغلي في القتليه وقلت اي جياني لما شوفكوا لو محتاجين اي حاجة في البيت انا عارفة ان مدام ميرا مسافرة والبيت برضو من غير واحدة ستة بيبقى ملوش طعم تصدقيني لو قلتلك ان البيت ما بيبقاش لي طعم إلا لما بيبقاش في ستة طيب يعني مش محتاج حاجة امش انا؟ لو كان علي انا مش محتاج حاجة بس تعالي بس في حاجة بقى انا محتاجة عارفة مالك في ايه؟ انا؟ مفيش حاجة انجزي وفطني استهباج في ايه؟ هو انا مفضوحة قوي كده؟ قوي لا ابدا اصلي قاعدة في القتلة تولي اليوم لوحدي وزهقت خلاص مفيش دبان خالص بتشتري وبرضو حضرتك ما ليه ده؟ يوسف 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 انت كويس لا طبعا كويس ايه ده؟ ده مرجع كل اللي في بطن طب دي المستشفى يلا لا 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 مستشفى ايه؟ روح هامل نحنعم لك طيب ماشي صلشي لحاجات دي طيب لعشان انا هتصرف ده بس اتلاقيات الحاجة مش نظيفة مرحبا ايوه ليه؟ نورت البت يا باتة حبيبتي يا امه حبيبتي كفار الله سلمك يا امه الله الصلاة الصلاة كله انت ساكت يا حبيبي كله انت ساكت ايه دي؟ مش عطشي صان بلك قد ايه بقى ل 4 سنين يعني من ساعة الشقة يا بابالي قد ايه بلك يا اما البيت دي لما فتحت لي الباب واكتب اللي انا افتقار طبقات تطبخ اللي في البيت قد تخدمه بعدين بعدين انا هبقى اقول لك على كل حاجة كل يا ناصر قد ايه بلك يا بولي دي يا بابالي اقلم برا مش تطبخيني حاجة كده يا اما كل 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 يا بسك دي من تبكانة غالية جزء شو دي عايزك انا بقرف مش اكون من ايدك هنعمل ايه في البلوة دي؟ في ايه بالظلط انت هتستعبط واحطمك انت راخر اخوك عليه مراقبة واحنا ما بنتجرش في القماش مش عايزين نطلط يا بابالي مناش غير حل واحد ولازم يقعد في الشقة على اقل الحد اما المراقبة تخلص حلو قوي يعني انت معايا انا معاك طبعا ما مريه بس انت لازم تباح بحيدك معا عشان ما هو أكل بفلوس قوله انت باكل متين دول والنبي يا بابا ما تلبسني قوله انت قوله انت قوله انت قوله اقوله بس انت بقى اقنع امك انه ما يعودش معانا اه خلاص 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 هقوله انا هقوله قوله واسيب له امك ايه عامل انت بتقوله ده؟ ايه يعني مش هينفع في التليفون اتبقيت مجنون خلاص والله ايه مجنون وحية ربنا خلاص ها بتكلمي مين؟ ايه في ايه؟ خلاص يا بطا يعني بتؤكدها مش زايدة؟ زايدة ايه بس؟ هوا بس تلاقيك الحاجة مش تزيفة الزايدة احنا وكليين من نفس العكل انت عمدتك حاجة وهو مدده حاجة تانية بكرة هيبقى كويس ان شاء الله ان شاء الله بكرة لما سيلا ترجع هتعمل له اكلباتي كويس يعني انا المضطرس تأذن اصلي اتأخرت شوية ماشي يا ايمان مرسيجة على ايه؟ ألسى حمد الله على سلامة الله يسلم بس يكلمين ماشي خليها والب لاش لو مضى بقى مايبقاش قلبك خفيف كده هو كويس مش عارف اشكرك ازاي ولا لا انا المتشكرة انكو كلمتوني يعني لما احتاجت حاجة مرسي يا ولا ايه ده؟ انا ما باخدش فلوس انا جيت عشان تحتاجتني دي حاجة بسيطة ما تكسفنيش لا مش بسيطة ولو دي فكرتك عني ما تبقاش تكلمني لو حد حصل له حاجة بعد كده ولا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا تماما فانت ايوا يا لولو ايه يا حبيبتي وحشتين ها وبعدين ايه اللي ماشي وبعدين انت كل مرة تخش فيها شمال كده بص يا ساتي عندنا سبوبة انا وانت هنطلع منها هيعني بقرشين حدوين او ايه رغي عندك شنطة في الفيلا لو لقيتها لي هديك منها خمس تلاف جنيه خمس تلاف عفريت لما يلها فوق انت عارف لو فريدة شفتني بعمل حاجة زي دي ممكن تعمل ايه ايه هتشوفك ازاي عبيطة دور عليها كويس بس هم حاجة جبيه لي الشنطة انسى يا لولو الست دي لحمة كتفنا احنا الاتنين من خيرها لو طلبت مني حاجة زي دي تاني هيبقى اخر يوم ما بيننا بقولك ايه معي الشنطة لو ماجاتش بالزوق هاخش اجيبها انا من جوة بالعافية دا كار اعملها عشان بقيتك على البورش غور بها عشان وراي حاجات كتير يا رحمة أيوة جاية يا رحمة ايه يا فريدة؟ في ايه؟ وإيه اللي بقدر للقودة كده؟ العنسية اللي كان في العلبة دي راح فين؟ ما عارفش هتلاقي مطور هنا ولا هين؟ يعني ايه ما تعرفيش؟ ما بيش حد غيرك في البيت ده؟ ماكش اللي ماسول عن كل حاجة وعارفة مكان كل حاجة يبقى راح فين؟ ما عارفش يا فريدة ولا من امتى بسرأي؟ يعني ايه من ايد انت إسرائيلي؟ ما ترمينيش فيها واش الملاء؟ ما بيش حد غيرك بالبيت ده؟ عارفة لو فديكش تستعباتش عليها كده؟ اذا عفريش اعطيتنا وممكن اواجيك في ستين داية وانش عارفاني؟ رجع علينا يا قسمة الاصيات راح فين؟ هو ده اللي انت سيلا اللي انت بتدوري عليه؟ هو ده؟ ماشي؟ انا بقى جازمة فعلا يا فريدة لو استنيت هنا راكد يا واحد ايه اللي انت بتعملي ده؟ كنت بتكلمي مين؟ وانت مالك انت؟ رضي عليا كنت بتكلمي مين في التليفون؟ انت خلف ده انت مالك بقولك الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخرته جهنم انا حرة يا ستي ملكيش دعو بيا ولا عارفك ولا تعرفيني يبقى احسن اهوة بقى باريت ذمتي ودم ربنا منك تومي بقى الكلام اللي بتقوله ده يستحيل يا حسن يا وليا فهمي الوضع ليه مراقبة؟ العيون هتزيد علينا واحنا ما صدقنا الدنيا هديت الله ولا انا ترتم الفرحة لما عرفت ان ربنا فرج علينا فرج ده كله؟ الوضع بقاش مناسب دلوقتي يا نصر الوضع ايه وقرف ايه؟ انتو بتستعر مني يا ولا ايه؟ يا ابني ولا بنستعر منك ولا حاجة بس ما بقاش ينفع تقعد هنا دلوقتي بص انت ترجع شق التعبان ومش هيبق نقصك حاجة تمان يا اخوة كنت حلتلي في السجل انا كنتش هننصنا حاجة برضا وانا مش عسيبه واحده يا ماب يعني ايه؟ يعني رجلي على رجله الله انت بهيه ما بدت؟ المطرح ما هيروح هاروح معاه بقولك ايه؟ تلاتة بالله العظمين ما تلميتي هرم عليك اليمين دلوقتي اعمل اللي تعمله بس ورحمة امي مريتلك فيها يا امينة ايوة استفوف حدريلي شنتتي حاضر استنى يا نصر انا جاية معاك موسيقى في ستين دهيا انت الجوز يلا المركب اللي تودي عرف لكم اللي جابوكم ما انت الجعت في كلامك اهو جبت الحاج؟ مالكش دعوة دي الحاجة اللي تخصك يعني ماليش دعوة انت متخنى مع الستة هنم فريدة ولا ايه؟ امتلك مالكش دعوة ايه اللي ارتلك مالكش دعوة اقف يكلميني اين؟ مالكش دعوة امه ومالكش دعوة امه ومالكش دعوة مهات المترجم للقناة 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 وعندها وجه فظيح فقلت لها هجيبلك ده ويخلصك من اللي انت فيه عارفة يا ولاء حاسة ان كل واحد في البيت ده وراه سر كبير ولا سر ولا حاجة ولا حاجة ما احنا زي الفلة هو ربنا يطمنى عليكم ويتمنى عليكي انا مش فهم سبب وجودي هنا ولا الطريقة اللي جبتوني بيها مش فهم ايه بس يا ايمان انا جايبك احقق ما حكي ولا نتسير سوا انا قلت لحضرتك كل اللي عرفوا في التحقيق اللي فات ايدا تحية دي محفوظة سامير قلمي فيها كل اللي فيها حاجات عداية انا ايه دخلي بيها موسيقى المترجم للقناة يبتلي بقى التحقيق من أول وجديد بلغ الباشر يا ابني اللي أنا عايز أبه عن طحية جواه واتفتر حضرك وأنا أبلغه أنا عارف أن عن طحية أنا جاي عشان لقى نسه اللي جواه بس أنت أبلغه ماشي مستاذ عايكي فهو أنا مش أخش معي لا تخش معايا فين أستنى لما أخش أنا أشوف الحكاية إيه اللي أولا فضل يا باشر مقايا ما إحنا مش هنلف وندور حوالين بعض كتير حضرتك عايزنا أقول إيه يعني الجريمة في أن أنا كنت متجوزة عارفي طيب طيب أسانا أنا رأيي أنك تخديلك أربعة يام حبس كده لحد ما تفكري مع نفسك شوية المفروض تقولي إيه؟ مفيش حاجة تانية هقولها تنيلته وحبيته وخلاص هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انت عبيت يا إبراهيم؟ اطلع برايا إبراهيم بدل ما نتفضح أنا ما دخلتش غير لما تأكدت أمامك بر طب إنجز عايز إيه؟ بقولك هي الحتة اللي معاكي بقى عايزها على كين؟ لا لازم نخدها الأول نتأكدناها أصلي إزاي بقى؟ نعينها ونتم منها تمام خلص لو كده هسأل صاحبها وارد عليك انت عايزها أمت؟ أسرع وقت خلص لو كده هجبهرك معايا النهاردة طب واحنا هنتلاهم بقى على بعض إمتا بانت من ساعة ما جيت أنا محطش معاكي خالص أعملي بس يا إبراهيم وانت شايف أمي مركزها معايا إزاي؟ وبعدين البيت مقلوب وأمي بقى إزاي تركزها معايا بعد ما خوك المنال على العين وده رجع من السجن وبعدين أخوك مش رحمني في الطلعة والنزلة عمالي يعاكس فيه كل مخاطي خطبة جوار فيلة لحد ده ما تخلقت أمي كمان خدت بالها ده يا تخطب طب عالش سيبيني أنا هتصرف معايا أنت ملكش دعو بي خالص وانت أول ما تفضي لغيني بس كده أنت وحشاني أخذك لأي رقمضة ولا أي حاج يا خلص إبراهيم مش وقت تعطيفه طلطيف يلا يا باب يلا يا حبيبي برسة هيعطف ويلاعطف يلا يا حبيبي حتة يابني امشي خرب بيتك تحت عمر ساعتك يا باشا مع الفسلام رماغز أزو حساب بيه بأمرني حضرتك جاي إليه ما أكيد مش عشان إيمان ده تحقيق عادي يعني نعم تحقيق إيه بقى باشا ده أنت ساعتك إيه بقى بالبوكس آه مواصل فيه أدلة جديدة ظهرت إيمان كنت نخبيها عنا طب ممكن أعرف إيه الأدلة دي طبعا إيمان كنت متجاوزة سامير عارفي طب بعد إزن ساعتك يعني ممكن أحضر معها تحيين نعم طبعا إيمكن تخليها تتكلم بسق في الموبايلك عزيزة تتكلم . ترجمة نانسي قنقر